موسيقى موسيقى هون لازم اكيد بين string اوكي enter a number هاي variable number خليها one واعمل كمان variable ونفس الشي يكون اطلب من المستخدم يدخله لكن نخلي نغير اسمه variable number two اوكي enter a number بعدين اعمل variable اسمه sum وهذا السم هو عبارة عن number one plus number two two وبعدين احكي له document احكي له document.write 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 رح نشوف هو رح يطبعها ولا رح يطبع عبارة عن string نشوف save enter a number بحكي لي هاي خلينا نحط رقم خمسة اوكي اوكي كمان number نحط رقم اربعة اوكي شو طبع لي هم ما جمعهم طبع رقم خمسة وطبع رقم اربعة مثل ما هم اذا اخدهم عبارة عن string مش عبارة عن ارقام هلا انا كيف ممكن احل هاي المشكلة حكي انه في فنكشن مستخدم بالجافا سيكريبت لتحويل انه اللي بناخده من window.prompt نحوله على شكل انتجر يقبله فشو بنروح بنساوي هون لما عملنا فيه طبعا اكتر من طريقة بس مما انه يعني بداية رح نستخدم هاي الطريقة هلا عندك number one عبارة عن ايش string و number two كمان هو عبارة عن string هون صاروا اللي تخزنوا جواهم بدنا نحولهم لانتجر بنروح بنعرف variable اسمه n1 طبعا هاي الطريقة المطولة n1 هي عبارة عن تحويل اللي هي parse انتجر طبعا ال i دائما بتكون capital الحرف الاول من الكلمة الثانية من function دائما يكون capital parse ايش اللي بدك تحوله للانتجر اللي هو ال variable اللي اسمه number one اوكي بدك تحول حوليا لانتجر و variable into هذا عبارة عن variable جديد او هون في عنا انوان خلينا نحطوا هاد n3 into equal parse integer هايها parse integer لمن لنمبر 2 هيك حولي اياهم لانتجر لما جيت هون بدي اجمع رح او اجمع المحولين اللي هي عبارة عن into وهون عبارة عن n3 فلو جيت هون عملت save هون انا حولتهم لانتجر بطلوا string type your name enter a number هاي رقم 5 enter كمان number هاي رقم 4 راح اجمعهم اذا كيف تجمعهم باني حولتهم لانتجر من خلال استخدام parse integer هلا اشوف انا عملتهم كم صار عندي variable number 1 number 2 اني 3 and 2 في عندي طريقة اسهال بانه كلمة parse integer يعني بلاهم هدول اروح هون عند window.prompt احط بس قبل هايك parse parse integer احط بين الاقواس اللي هي window.prompt ايش يعني؟ يعني اي اشي جو هاي انه الاشي اللي بتستقبله دغري يحول لي يالا parse integer يعني بنفس السطر ممكن اني استفيد منها مثل parse integer بس بحط window.prompt واحطها بين اقواس طبعا نفس الشي ما رح يتغير شي بس هون ما بطل عنا 3 and 2 بدنا نحكي number 1 plus number 2 save enter number 5 كمان number رقم 4 اذا نجمعهم يعني احكينا الطريقة المطولة انه اعمل كمان two variables وحول فيهم يعمل بطريقة مختصرة اني من هون اعمل parse integer اي اشي بتستقبله من هون دغري يحول لي يالا parse integer بعدين خزنه جوه number 1 بيضال عنا بهذا الدرس نحكي عن شغله اللي هي عبارة عن comment هلا انا مثلا حتى انه المبرمجة اللي بعدي يجي بده يطور على صفحة الوب بيج بده يعرف انا ايش قاعدة بعمل فايش انا بدر اعمله احط له comment ال comment بال javascript تكتب هذا الشكل بحط سلاش سلاش بصيرو اخضر يعني ايش بكتب بعدهم فهو عبارة عن comment اوكي طبعا اكتب لي اياهم بالاخضر يعني انه ما رح يمر عليهم الكمبيلر يعني شو ما اكتب جواته ما رح يحسبني عليه او يحكي لي انه في غضط اوكي بكتب اي comment بدي اياها هاي بالنسبة ل line comment يعني ممكن اكتب سطر واحد comment شو ممكن اني ال comment هون بس هون احط باك ثلاش باك ثلاش variable name راحت خلاص بطلت شي فلو عملت save وهون عملت reload اللي هي احمد هذيك اللي احطيتها comment فهون ايش ما اخذ اسم احمد طبعا بطل هون في اسم احمد لانه انا عملته عبارة عن comment اوكي هاي بالنسبة ل comment اللي هي buy line ممكن اني هذا كله برنامجي بدي اياه comment ما بدي اياه خلاص بطلت شو بروح بعمل مش buy line هيك اضل اعمل لكل line لا بعمل زي هيك صار كل اللي بعدها comment انا بدي ال comment يخلص هون مثلا فبعمل و هاي الباقي اوكي لو عملت save هون بطل عندي اصلا برنامج صارت صفحه فاضية كيف بقدر اتخلص منه و بشيلهم اوكي هاي بالنسبة ل ال comment وال ال comment وال parse integer وال document.write ال وال variables هيك بيكون خلص لدرسنا ان شاء الله بالدرس القادم يعطيكم العافية